السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله عاد اليوم من أبها بيت الوالدين الله يحفظهم ودي أسول في اليوم سالفة أنا شايفة الحين في عنوسة عالية وفي طلقات عالية وفي خلع عالي خلونا ناخد جزء من المشكلة بس جزء بسيط اللي هو العنوسة تروا البنت إذا عدت 25 إلى 30 زهرتها تطفى وإذا طفيت زهرتها ما عدت تصبح قابلة أن الشخص يبحث عنها تصير هي تبحث عن زوج ممكن تتنازل تنازلات رهيبة عشان تحصل على الزوج مثالي وبذلك أنا أقول أحد أسباب العنوسة الموجودة لدينا في العالم العربي هي الصورة الذهنية الموجودة عند البنات أن الوحدة تقول دراستي أهم ووضعي أهم وأن يدخل دخل أهم وأن أبغى ذاك البيت اللي يجري الخيل فيه وأن يبغى ذاك الفارس اللي حقيقي اللي أحلام يوديني باريس ولندن وأن يبغى يكون معها السيارة الفلانية ولذلك معاييرها مرتفعة جدا بسبب الصور الذهنية التي رسمت لنا عسل سبب عنوسة عسل عنوسة تبب مشاكل كدر جدا مجتمعية ممكن يصير انحلالات ممكن يصير تفسخ أخلاق ممكن يصير استغلال ممكن يصير بؤس ممكن يصير قضايا ضخمة جدا نتيجة للعنوسة وبذلك أنا أقول أن على الأولياء الأمور ضغط رهيب لمحاولة إقناع أولادهم وبناتهم أن الزواج في سن مبكر هو نعمة من نعم الله علينا أنهم يخفضون من المعايير يعني ما هو لازم واحد يكون عنده شقة غرفة فوق السطح تكفي حتى أن الله يفتح عليه إذا البنت موظفة قد تصرف على الولد اللي ما هو موظف حتى أن الله يفتح عليهم إذا البنت موظف ما هو البنت يكون موظفة حتى أن الله يفتح عليهم الأب والأم يحاولون أن يجدون فرص أنهم يساعدون أولادهم يقولون خلاص مداما عندك مكافأة ولا عندك مثلا حافز ألفين حاب نعطيك ألف حتى أن الله يفتح عليك وانت عندك مثلا ألف أربع تلاب بتكفيكم حتى أن الله يفتح عليكم وكما قال صلى الله عليه وسلم سزوجهم فقراء يغنقكم الله والله لو خيرت بين واحدة عمرها تسعة عشر واحدة عمرها ثلاثين أختار الثلاثين أعقل وأركد وتريد أن تتزوج وتحافظ على زوجها وتعرف قيمة البيت وليست مراهقة ولن تكلف زوجها بأشياء كثيرة جدا لكن الزوج لازم يكون كفو يعرف إيش معنى زواج ويعرف إيش معنى بنت ويعرف إيش معنى زوجها وكيف يعطيها حقها ولا يهينها وكيف أن يكون معاهم وكيف يفكرون في مستقبل واحد وكيف 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 يعني يجب أن يؤهل الشاب حتى يكون كفو إنه يتزوج ويجب أن تؤهل البنت حتى تكون إنها كفو عشان تتزوج حباب يقول المهور غالي أيها المهور يا جماعة عند المهر أربعين ألف في كل شيء يعني إيش اللي يحصل أربعين إيش كامري بمئتين تقصيد ما عدا أقل من كده يعني إيش تتبقى لكن ممكن نقول إن الأربعين تكون مؤجل ممكن نقول الحفلة اللي تاك خمسين ألف بدون تزهم هي زميلاتها ويزهم بعض زملائه ويعمل حفلة مختصرة وعادة بيحة بيحتين والله ما ينقصها شيء وينزل الصور على الواتساب وعلى الثناب ويشهر الزواج ونتين الموضوع بسيط ومعونتك بجيك سواء دعيت ولا ما دعيت هذا الفكر أن في ناس كثير فقط من أجل أنهم يبغون المعونة هذه الله لي بارك ذا المعونة يجب إلا زملاء ثلاثين ألف ويخسر مئة ثلاثين ألف ولذلك أنا أقول لا تتحججون بالغلاء ولا تتحججون بغلاء المهور وانت بنات العنوسة وجاية جاية وتضرب أطنابها وعدد البنات كثير جدا وشوفوا اللي حولكم وحواليكم كلهم في مشاكل وارضوا بنصف اللي في رؤوسكم من مبادئ للحصول على الزوج وانت أيها الشاب ارضى بنصف اللي في راسك من جمال مارا ترى كله كذب اللي يشوفوا في الشاشاته في التلفزيون وفي الكافيهاتهم والعيان والزرق اللي متلطمها ترى بعدين حاجة ما أبغى أقولها لكنهم يتجملون كذا عساسيش يصيدون لهم أنا ما أبغى تنتشر عملية الصيد وعمليات الابتزاز وعمليات الانفلات والانسلاخ ما عدل حر ما تصبح كفوا أنها تدير بيتها وأولادها إذا عرفت الطريق الثاني وعرفت الرجال وتكلمت معهم وطلعت وسمرت معهم وصارت لقاءات اعتبر أن البيت راح ولذلك يقول 95% من العملية تزل اللي يتم الموظفات عن طريق زملائهم ليش؟ لأنه انكسر الحاجز وصارت سولف معه وشوي يجاب لها قهوة وشوي يتفكر فيه في الليل وشوي يترسله رسالة ويرسله رسالة ويطلعون دوره في مدينة ثانية ويسكنون الجنب وبعض تصير المشكلة بعد ذلك ولذلك يقول احفظوا الحاجز اللي انكسر حافظوا على بناتكم حاولوا اززوجونهم ساعدهم يا لابا احنا عندنا خير فلو ساعدنا بناتنا ووجدنا الكف انا دائما اكد على كم تكفوا ما ابغى فلوس يعني نبغى واحد يكون جيد ديناه وجيد اصله وكف الدرهم بيجي بعدين اذا كفه بيجي ملايين ما هو بس يعني سهلة الحاجات هذه خلونا غير التفكير شوي احنا ما نقول نبغى يصير زي الهند ان الحرم هي تتبع المهر لا لكن نقول نبغى هو يقدر ويتقدر ويفهموا الحياتهم ودك يوفروا لهم يعني بدل ما نخسر مئة الف الزوج المئة الف تنفعه في شقة يكون مقدم في شقة مثلا انه يساعدها في توظيف انا شفت كثير من الشباب يمتزوجوا ساعدوا زوجاتهم في حسارة وظائف وهي برضو اذا كانت مظهورة تساعد زوجين نحصل على وظيفة والسيارة القديمة كويسة والبيت القديم كويس ما هو لازم كل شي جديد والحياة تبني حبة حبة ما في شي يجي كامل اذا جاءت من اول سنة يكون شي كامل خلاص زوجتوا ما عاد في شي تأملون في تفكرون في هذه فكرة تلكم اليوم وموضوع اليوم